تدخلات جراحية دقيقة تتم عبر الفيديو كونفرنس ولأول مرة في مجال جراحة المسالك البولية من مختلف دول العالم كشف عنها المؤتمر السنوي لجراحة المسالك البولية الذي يأتي في إطار التعليم الطبي المستمر للأطباء الشبان بمختلف الجامعات المصرية العيان لو ما استجابش على الأدوية بيبتدي يخش على التدخلات الجراحية سواء بالليزر سواء بالبلازما سواء بالليزر أبليشن فيه تقنيات كتيرة جدا العيان ممكن يعمل عملية ويخرج في نفس اليوم ولحقيقة جراحات الروباتيك أو الإنسان الآلي اللي بتتم من الحاجات اللي هي بتأدي إلى نتائج مزهلة جدا بالنسبة للمرضى يعني العيانين بيعملوا عمليات زي مثلا استقصال البروستاطا الجزري لسرطانات البروستاطا والعيان ممكن يخرج في نفس اليوم أو تاني يوم وده حتى اللي هنقدمه النهاردة مع البروفيسور أوليفير دومينيوسو من باريس في طريقته في إجراء هذه العملية حصوة بالكلة حجمها 3 سنتي 4 سنتي بيقدر تشيلها من خلال فتحة صغيرة جدا باستخدام الليزر عندنا برضو حصوات اللي هي أعلى الحالب وحصوات داخل اللي كنت تكون صغيرة نستخدم المنازير المارينة دي ما كانتش متوفرة من فترة قبل كده وممكن المريض في خلال يوم واحد يخرج من المستشفى كما كشف الأطباء المختصون عن تقنيات المستحدثة لأمراض المسالك البولية كتفتيت الحصوات وعلاج البروستاطا بالمنازير المارينة والتي أحدثت طفرة نوائية في التشخيص والعلاج بقى فيه المنزار المارين باستخدام الليزر بيقدر يوصل لأي حصوة في أي مكان في الجهاز البولي ويفتتها ويخلص المريض وتبقى دي وان دي سيرجير اللي هو يخلص النهاردة ويروح اليوم اللي بعدين الاستقصال أو رام الحميدة في البروستاطا عن طريق التبخير وطبعا أهم حاجة هي الروبوتيك سيرجيري اللي احنا هنعرضه ده الاستقصال ورام خبيس في البروستاطا عن طريق الروبوتيك سيرجيري المنزار المارين كان بيتميز عن المنزار العادي ان هو كان بيقدر يوصل لأماكن معينة في الكاليا ما كناش بنقدر نوصلها زمان بالطرق العادية وكان بتستلزم الجراحة طبعا مع التطور الجراحات التقليدية اختفت وبقى المفوودي بقى فيه بدايل أكتر أمانا وان نهاية المريض يقدر يعمل عملية وخلال كام ساعة يرجع يمارس حياته بشكل عادي زي المنزار المارين النهاردة العاين بيخش عنده حصوة على الكاليا بيعمل منزار مارين والحصوة تفاتل بالليزر ويخرج من المستشفى بعدها في ساتة ساعت ويرجع يمارس عمله تاني يوم على طول تقنيات المستحدثة وتدخلات جراحية تحدث لأول مرة كشف عنا المؤتمر لتكون بمثابة أملا جديدا للعديد من الأمراض المزمنة المتعلقة بأمراض الكلا محمد حلمي التلفزيون المصري